وجود يسوع في القلب بيفرح الله يريد ليك الفرح انت حس بكذا ما اكتر الاسباب اللي ممكن تدعو الناس في هذه الايام لعدم الفرح لكن افتكر ان ربنا عايزك تبه فرحان يقول الكتاب مقدس افرحه في الرب كل حين واقول ايضا افرحه ويقول لا تكن الا فرحا الله يريد ليك الفرح عايزك تبه فرحان ويهيه لما السيد المسيح اتولد جيه ملاك وقال للرعاها انا ابشركم بفرح عظيم مش فرح عادي الله عايز ليك انك انت بفرحان اوي يكون ليكم ولجميع الشعب انه ولد لكم اليوم مخلص والمسيح الرب والسيد المسيح قال للتلاميذ اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم هو السؤال اللي كل واحد فينا اسأله الروحه بمناسبة انجيل قيامة العازر وان المسيح فرح ماريا وممارسة وفرح البلد كلها وانت فرحنين هلا اسأل روحك انت فرحان وايه اللي بيفرحك ايه اللي بيفرحك فرح حقيقي يعني فيه ناس اللي فرحها الممتلكات الفلوس كل ما يبقى فيه فلوس احد اسباب فرحه ان لم يكن السبب الرئيسي الفلوس احيانا البيوت احيانا العربيات احيانا شادع الكتاب مقدس يدينا مثل ان مش الحاجات دي اللي ممكن هي تفرح فرح حقيقي ممكن يبقى فرح وقتي وفرح مؤقت يعني سليمان الحكيم كان عنده قال مهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما كل اللي كان نفسي فيه من امور الارض اديته لها وبعد كده ايه هل فرح؟ قال وجدت ان الكل باطل وقفض الريح قفض الريح ان ايه؟ ولا حاجة ولا منفعة تحت الشمس مهم ان الحاجات دي نبقى ناكحين فيها ربنا يوسع على الناس كلها ويدي كل الناس الخير الكتير والمتلكات الكتير بس مش ده اللي بيفرح فرحه يعني ممكن الناس تجري وراء حاجات زي كده ولما تخدها تلاقي نفسها ممكن مش فرحان قوي يعني احيانا بعض الناس اللي فرحها المواهب الجسدية والروحية الشكل الصوت مواهب يعني يقول الكتاب مقدس برضو حتى دي ما تفرحش قوي يقول الكتاب مقدس ان المسيح بعت التلاميذ عشان يبشروا به ويعرفوا الناس يكلموا الناس عنه فرجعوا فرحنين فقالهم انت فرحنين ليه؟ فقالوا له الشياطين بتخرج باسمك وبنشف مرضى بنعمل حاجات كتير خالص فقالهم هو ده اللي مفرحكم وقالوا اه فرحنين ان ايه؟ بنشف مرضى ونخرج شياطين فقالهم لا ده مش ده اللي يفرح وما للي يفرح قالوا مفرح عشان خطر ايه؟ اسميكم واني انتوا ليكم مكان في السماء مهم ان احنا راجع روحنا ايه اسباب الفرح يعني لو الشكل مش شكل بيتغير لو المواهب يعني مش دايما ممكن هي تصيب الناس احيانا بالغرور وبحاجات ما تفيدهمش روحيا